اللي بيسيب سيرة طيبة بيلاقيها فانت سايب ذكرة طيبة جداً مع الجماهير الناس تقول لك براطل الكروم بس ما جيبوه السيرة الهدف بتاع الأولومبي والناس بتقول لك أهل وزمالك أهل وزمالك بتبقى في الأزهان على طول يعني الناس تقول لك فلان الفلاني رفعت فناجينة اللي ارحمه سجل في النادي الزمالك سنة حجة وستين صالح سليم كذا خطيب كذا مصطفى عبدو كذا هي دي المبارات اللي بتبقى في أزهان وشاء وجاء هتقول لهم إيه بقى أنا الحمد لله طبعاً يعني بشكرهم على الكلام الحلو دوت وبشكرهم على الأهداف والمورات اللي هم لسه فاكرينها يعني فيعني بشكر الناس ويعني بقول الحمد لله لو قدرت أن أنا يعني أسيب لو بصمة بسيطة في تاريخ النادي الأهلي يعني بيتذكرني بها جمهور النادي الأهلي بكل خير ربنا دي ما عليك الحمد لله كبس طيب احنا وصلنا للفقرة قبل أخيراً أنت مين لما أقول لك اسمك إيه السلاسي هتقول لي إيه وسامة أيها حسني لطفي عبدالسطار عبدالسطار ربايا عمي السلاسي عرفنا على المدام والأولاد أنا مراتي اسمها نور الله نور الله دي أنا نور دي كده 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 ماشاء الله ربنا يخليكم البعض يا رب وولادي محمود 8 سنين وجايان عندها 12 سنة تلعب رياضة؟ آه بنتي جهاني تلعب جنباز ومحمود يعني بدأ يتحسس خطواته ده في الكورة يعني آه دي الصورة بتاعتهم آه طيب محمود دي الصورة دي من حوالي سنتين يعني ربنا يخليهم لك يا رب حنشوف محمود الخطيب مرة تانية في الملعب وسامة حسن مرة تانية في الملعب الخطيب بقى شوفه الخطيب وانا بقى لكم محمود انشاء الله احنا بقى اسم محمود الخطيب آه وسامة حسن هشوفهم في الملعب شوفهم ان شاء الله في محمود الصغير تمنى ان شاء الله يعني هو حابب الكورة آه لكن لسه صغير يعني سنه كم سنة؟ هو 8 سنين دلوقتي 8 سنين آه هل الخطيب لما بيجي في البيت بيقعد يلعب معه آه حنا بكل لين بلعب على الواقف بلعب مع حفيدي كده برضه ماشاء الله بينطقوا بتاعوا الكلام ده كله وبيبهروا وبيشوف حركات الخطيب هو واقف آه يعني هو بدأ دلوقتي يتفرج على فيديوهات الكابتن هو كان صغير آه آه فمش فاهم يعني او مش مدرك يعني فدلوقتي لا بدأ يتابع ويشوف الماتشات حتى الماتش بتاع اهل والزمالك 4-3 بدأ يشوفه ويقول لي ده انت جون ده جبته حل وده ده بدماغك آه ده مع الاجيال دي وسام حاجة تانية خالص آه طيب هو طبعا يعني كابتن ما بيقولش جد لا ده بقول بيب هو عارفه باسم بيب لا انا زي انا هو ما ييجي لده لعافيدي يقول لي فافا آه يقول ليش قول ليه ابنه يقول جد بيقول لي لا 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 آه الكابتن الخطيب هو بيلعب معاه في البيت انت ما حلمتش كده بوقتي من الاوقات كده شايفه كده ربنا يديله العمر بالصحة واخته ومراته وامامتهم شفتو همش كده قدام ممكن ده تبقى نجمة في الجنباز وده يبقى نجمة كبير زي كابتن الخطيب آه يعني لسه بفر شوي يعني لسه ثمان سنين بتحببه بس في الرياضة آه السلوكيات الكويسة في الرياضة الاكل الصحي كل الكلام ده طبعا لسه يعني لسه صغير يعني لما بيشوف الخطيب بيعبل بول كنترول بالكورة بيحاول يقلده بيحاول يقلده آه مرة انا وزيزو والخطيب بنتعشى في مكان ما يعني عند الناس صحابنا وآه انا بقسل ايديا على الحد مسك السابونة فبنقد نضحك احنا بنقسل ايدينا كده بنتحك هالسابونة وقعت من ايديا ام فانا بوطع عشان اجيب السابونة وهي فيها مية بوطع عشان اجيب السابونة وانا اجيب الخطيب بيعمل السابونة كده بينطق على رجليش مال طلعالم طلع حالي قلت له هي وصلت خطيب السابونة بسم الله ما شاء الله انك تنزل وبرجليك وتطلع للسابونة لا ده الاصعب من كده المنديل الورق منديل كوي اي حاجة غطة بتاع بيبسي غطة بتاع علبة كلملك الكرة الشراب زمين هي اللي سبت لا وكن لعيب كرة الشراب جدا لعيبت معا مرتين في حتة تانية خالص